السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب وانسات تاني عدادي معنا النهاردة ان شاء الله سؤال الدييلوج عندنا حوالي 8 اسئلة سؤال الدييلوج دائما في ناس كتير بتستطيع صعب سؤال الدييلوج معنوم من اسهل اسئلة لازم نقرأ كويس نعرف العنوان بتاعنا نبدأ نحل ما نخافش كل حاجة ان شاء الله سهلة وبسيطة وجميلة تعالى مع بعضين نحل من رقم 9 اللي هو دايما اصلا بيجينا في الامتحانات مونة بيتكلموا عن الليلة وعن الروتين بتاعها لما حد يقولك بتقول له طبعا ايه انا بخير ممكن ام جود في اجابات كتيرة مش لازم لا ام جود فسألوا سؤال قال له في خمس اشخاص فعالتي يبقى سألوا عن عدد العيلة هاو ايه هاو ميني كم عدد اكمل ازاي مستر اهو اسأل عن العدد هاو ميني بيبل كم عدد الاشخاص هاو ميني بيبل وبعد كالفعل المساعد الفاعل اللي بيجي اول الكلام واكمل انيور فاملي يبقى كم عدد الافراض اللي فعلتك اللي اجابة طبعا هي الرقم خمسة بس يبقى خمسة دي هي دي كده راح فين يبقى الفايف دي هي كده دي الانصر بس جميل سأل سؤال الواي بصحة ستة ونص امتة وين فعلك المساعد مفيش هنجيب من عندنا دو الاي تبقى ايو وبعد كده جيت اب ماتت السايكس حالو بتحب انك تزاكر شور طبعا نورين ان انت انسان دحيح مديت المنفضلة الانجلس طب وضي بتعمل ايه انزا افنينك بتعمل اي بالليل ممكن نقول له اي دو ماي هومورك اقولونا دحيح اكتر من اللازم ممكن اقول له اه اه بتفرج التلفزيون اي حاجة حسب بانك بتعمل خش عالدالوج نومبر تو صارة اسكد يارا ماذا فعلت امبارح او يوم الجمعة يالله نشوف عملت ايه اين ازهبتي ممكن اقول تو ونشوف فيقته ايه راح سأله سؤال قال له ايوان تتو ماي انكل سفار مروح لمزرعة عمي يبقى تو ماي انكل سفارم عموهم عندو مزرعة ماشاء الله يبقى راحوا عند مزرعة عمهم سألوا سؤال قال له باي كور يبقى السؤال ازاي روحت لمزرعة عمك ازاي يعني هاو وانت دي ماضي دد الاي يو المصدر اه جو تو يور انكل سفارم كيف ازهبت لعمزرعة عمك طبعا يا شباب الدد بيجي معا الفائل المصدر عشان كيف نعملها جو سأله السؤال قال له ايه انا ساعدت عمي فيه فيه عملو مازا فعلت وات كلام ماضي دد الاي يو يو الفعل اللي في المصدر ايه اللي خلا مصدر دد وات دي دي يو هيلب الافضل وات دي تيو ايه وات دي دي دو مازا فعلت الزيهر هناك عملت ايه هناك يبقى قال له هنا ان هو كان معا او كان بيساعد عمه هولون كامل مدة اول ما تلاقي السؤال بهاولونك يبقى اجابتك بايه بفور كامل مدة اللي انت قضيتها هناك فور مثلا اويك لمدة اسبوع سري ديز تلات ايام وهكذا انا قلت فور اويك هل استمتعت يبقى الاجابة بيس او نو يس اي اليو اي ايت اي 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 اجابة تنفع ادي لك التالت اللي بعده رقم 11 زياد بيساعد توريست بيساعده في اي بقى يروح البرامتس الاهرامات عمل وطن يعني وك هسألك بعض الاسئلة طبعا وسأل كتير فهيقول له شور هسأله السؤال قال له الاهرامات ار انجيزة اهرامات بتكون في الجيزة اين الاهرامات رد عليه وقال له في الجيزة سألها معك Burm fuja اللي هي بعيدة عن هنا فى راح استمتعت فقال له how can i go there طب اروح باقي يبقى مكن يقول له اه no they aren't it's near ماسلا انها قريبة فقال له طب ازاي الروح ممكن نقوله يشد او يكان شد او كان الاتنين صح دي كتاكسي اي حاجة فسألوا سؤال قالوا الجدامان مصرين بنوهم يبقى له هو يعني من واحزف كل الكلام ده يبقى مين بلد زم مين اللي بناهم حلو جدا ودي علامة الاستفهام اللي بعده رقم اتناشر اما حاجة شباب تكونوا فاهمين اللي بيحصل عن وظيفة باباك وبيقول له ايه وظيفة باباك عارفين ان هي اه تيتشر عرفت منين يا مستر يا جبار انت قال ايش هجان في درس عاداتي يبقى اين هو يعمل هنا ده اس يبقى لسؤال بيه اه فعله مساعد داز هي وورك وير داز هي وورك اللي في مدرس عاداتي سأل السؤال قال لي هي تيتشز انجليش بيدرس انجليزي ما اقول ما المادة اللي بيدرسها وط سب جيكت داز فعلك المساعد هي تيتش ما المادة اللي بيدرسها ممكن اقول وط داز هي تيتش عمتقول ماذا يدرس داز هي لايك اس وورك ممكن اقول يس هي داز كيد بيحب شوره فقاله لك تحب تطلع زرها متكبر قال له ايه اطلع دكتور يبقى نو عشان سيعد المرضى؟ هلو خش على اللي بعضه يلا خش على بتوع المانيا نهاد اه 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 شايفيه الاسئلة ازاي كلها منحل امتحانات اكتر كل ما تلاقي الاسئلة بتتعاد اكتر واكتر اين تعيش فيش حاجة ده اللي ممكن نقوله سأله سؤال قاله يبقى السؤال اين تعيش وير فعلك المساعد مفيش اجيب من عندي يا دو يا داز يا داد واللف مصدر يبقى دو الاي بقى ات يو فعلك المساعد اين تعيش الاجابة طبعا مع عائلتي هل بتتغدى وبتتعشى مع عائلتك كم عدد المرات كم مرة بتلعب رياضة مثلا اقول ثلاث مرات في الاسبوع ثلاث مرات في الاسبوع ثلاث مرات في الاسبوع سأله سؤال قاله احب اروح الجنين في الاجازة ممكن نقوله ماذا تفعل في الاجازة ماذا تفعل فعلك مساعد دو يو لايك تو دو ايه اللي بتحب تعمله ايه اللي بتحب تعمله في الاجازة اي اجابة وفي اسئلة كتير بدل السؤال ده تمام خش على اسيوت يا الله يا اسايتا بكلامه عن قط المفضلة سبحان الله يعني بقوله انا او او انا ما الاوضة المفضلة في بيتك كيب هيقوله قط النوم فسأله السؤال قاله بكازي بس سؤال بواي ليه قاله عشان هي فيها كل حاجاتي فسأله سؤال اجابة بس او نو افرح واش اقلب is فعل مساعد there الفعل السوفة in your bedroom كتبتها كاملة زي ما مكتوب تحت بالظبط هل يوجد كنبة في مش هكتب ازي تاني ازي عملت كده هل يوجد كنبة في قطق الاجابة طبعا ايوه how many curtains كما عدد الساتير في قطق اسئلة جميلة قوي المهم ممكن اقول three curtains تلسة تير انت عايزه where do you put your clothes بتحط لبسك فين ده سؤال لقين بقى عشان يبقى عارف هل انت عارف كلمة دولاب ولا لا يبقى هقول in my word room في دولابي خمستاشر هنا بيتكلموا عن عن ال عن الرياضة هنا غادة ومروة بص بقى غادة بتقول لمروة هل بتحب الرياضة yes I do ساعتها سؤال اتلاقي I like basketball يبقى ما الرياضة اللي بتحبيها ممكن نقول what sport وبعد كالفعل المساعد do والاي بقت you وبعد كده like الرياضة اللي بتحبيها what's your favorite sport صح سأل سؤال الاجابة في النادي يبقى اين هتمارسها اين هتلعبها where فعلك المساعد do اكيد حافظت I you is it easy or difficult هل ليه هسأل له صعبة هيقول له very easy دي سهلة خالص مالس فقاله well ممتاز can I can I come to the club with you ممكن اجي معك النادي sure you can you can sure ممكن اكتب sure هما حاجة جماعة النقطة عن تستفهم عن سفهم نقطة نقطة وكذا فش على الانتحان الاخير في الواجه سيمون اتكلم شاهد عن the last weekend اخر اجازة اخر اجازة اخر اجازة يعني الاجازة اللي فاتت where did you go lost Friday روحت فين يبقى هنقول I went to the zoo دا مستر رايفت منين ان جنينت الحيوان قال لي انا زرافة وفيل واسد حلو ماذا رأيت what did ماضي يبقى did I بقت you يبقى what did you see اللي خليها مصدر ان did بيجي معها مصدر وكلام ماض شنك اخترنا did what did you see there ما زر ايته هناك ادي كلمة هناك فرح سأله سؤاله وقال له رح قال له الاجابة ايو انت بايكور رحت بالعربية how did you go كيف اذهبت قال لي بايكور who did you go with طب رحت مع مين with my family رحت مع ليلة can I come with you next time ممكن ابقى اجي معك المرة الجاية sure yes yes برضو شو yes you can of course اي اجابة اعجبك ادي اذا ما تكتبش كل اجابات دية بتكتب واحدة منهم وكده بنكون خلصنا الواجب شباب وانسات تاني احجادي يا رب يا رب يا رب تكونوا حلين الواجب صح ويوم راجعتكم تكفي انكم تجيبوا الدرجة النهائية شكرا لكم يا حبايبي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة شكرا